أكدت النيابة العامة أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي وتمس عرض شخص أو تخدش حياءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية فإنها تعد جريمة تحرش أوضحت النيابة أن من يمتلك تلك الرسائل أو الصور أو المقاطع فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال أو بهاتين العقوبتين معا وإنضم لي في الستوديو الأستاذ بدر الحميداني المحامي والمستشار القانوني وعضو نيابة العامة سابقاً حياك الله سببك الله يحييك استاذ عبد الله سهل الله يعافيك يا عمي إذا قلنا يعني بنعرف الموضوع بسهولة وإش معنى التحرش الإلكتروني اللي قاعدين نسمعه المصطلح الفترة الماضية أولاً بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهم ما بعد طبعاً لا فيه لا يوجد أسهل من عبارة النظام كما نص على المادة الأولى أن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص انتجاه شخص آخر يخدش فيها حياءه أو يتعرض لعرضه أو كذلك بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة اللي هي الأجهزة والبرامج السوشال ميديا وغيرها خلينا نكون أكثر يعني وصولاً إلى الموضوع كثير جينا رسائل على الواتساب نعم ويحصل فيها بعض التجاوزات هل هذه أنا أستطيع أشكي بناء على الرسالة التي توصلني تكون خادشة للحياة أقدر أشكي أنا ويتعرض لعقوبة المرسل نعم طبعاً الواتس وغيرها من البرامج على سبيل المثال السناب الشات التويتر برامج السوشال ميديا يعني كافة كل رسالة فيها تحرش بإمكانك يعني تصوير هذه الرسالة التي وصلت إليك المتضمنة والمنطوية على هذا التحرش وأن تلك طريقتين في التبليغ هناك كابليكيشن الموجود يعني في الأجهزة اللي كلنا أمن بإمكانك تصوير هذه المحادثة وإرسالها والأنظمة أو الجهات الضبط هي ستأخذ إجراءها وستبلغك أول بأول وهناك طريقة أخرى عن طريق النائب العام يتم رفع خطاب والنائب العام يوجه جهات الضبط في هذا الإجراء بس أنت تشوف بدر أنه نحن عندنا زحمة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي أنه نعتبر يعني مستهلك رقم واحد في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي إذا تكلمنا على المبدأ اللي أنت تقوله أنه كلنا أمن أو النيابة العامة ما عدا بيكون عندهم شغل للقضايا هذه لأنه كثرتها مخيفة شايف معين أنت الصورة أو لا؟ صحيح صحيح طبعا الدولة يعني الله يبارك في جهود المسؤولين كافة هناك يعني أناس وجنود خلف الكواليس يقومون بعمل يعني كبير جدا كبير جدا أنت كنت معهم وقت من يوقع أنا يعني كنت فترة من الفترات يعني وكل شرف وفخر وشفت اللي قاعد يصير هذا أكيد لا شك لا شك يعني هناك جهود خفية لا يعلم عنها إلا إذن أنه إذا تعرضت لتحرش أنت أرسل والباقي على الجهات الأمنية وجهات الضبط ومثلة بالبحث الجنائي كذلك عن طريق عمل المعلومات الوطني ومن ثم يعني تتخذ إجراءها كقضية بعد الوصول إلى طيب متى نقدر نقول أنه هذه القضية تحرش وهذه القضية أنه رسالة مزح طبعا الكلام يعني إن أردت أن تحصر دائرة التحرش أو توسعها فأنت هنا يعني لن تحسم الخلاف في إبداء رأيك كبدا جميل لأن هناك تفاوت وجهة نظر في الموضوع هناك قولين على مستوى يعني فقهاء القانون على سبيل المثال الإيموج هذا أبسأل عنها صحيح نعم الإيموج هذه اللي هي الوجيه اللي موجودة بالواتساب أو حتى في تويتر على سبيل المثال هذه يعني أحيانا أنت ترسل وجه فيه قلوب كذا هذه تحرش صعب إطلاق التحرش ما أدري يا مومو أنتوا قاعدين الآن دوقتونا يا حقي القانون أنه تقول لي أنه هذه أنا فترة من الفترات كنا نمزح فيها الموضوع إحنا وزملة أنه لا هذا تحرش ترى إذا إطلاق التحرش فيه قلبين كذا فأنت لا من أطلق التحرش على القلب أو على أي فيس أو قلب مكسور أي إيموج يعني أو قلب المكسور ليس فيه يعني تحرش صريح فقد حجره واسعا يعني الآن صعبة أنك تحصر التحرش على أي إيموج بمجرد أنه أطلق لكن هناك أنا أقدر أقول أن الإيموج أما أن يكون صريح في التحرش فهذا لا شك فيه أما إذا كان غير صريح مثل القلب هل هذا تحرش؟ من الصعب أنك تقول أنه تحرش غير الصريح يعني واحد مرسله لزميلة بالدواء وشعر لا غير الصريح إذا كان مقترن بتحرش نعم لأن القاعدة تقول يعني اللي قرروها الفقهة أنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا فإذا كان هناك اقتران بالتحرش أما مجرد أني صديق على سبيل المثال أو زميل عمل أو غيره حطيت لها يعني إيموج القلب هذا هل بيكون يعني أشكر على الشغل ما فيها تحرش هذا تكيف قانوني أندي أنا لا لا تحجير يعني تحجير واسع أنا أشوف أنه إذا أطلقت التحرش على مجرد الإيموج نستطيع أن نقول أنه يعني الكلام البذيء اللي يصير أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر الاتهام نعم يعني يتهمك أنت مرتشي يتهمك أنه أنت تكذب في هذه المعلومة أنه هذه أيضا عليها عقوبات نص عليها النظام هذه لا شك أنها غير أنها يعني هذه جريمة معلوماتية يعني الاتهام والقذف والتراشق بهذه الألفات طيب ليش منتشر الآن في مواقع التواصل الاجتماعي واضح أنه ما في عقوبات رادعة أوقفت كم واحد وفالأخير الناس كلهم عرفوا لا 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 في عقوبات لذلك الكثير منهم يتخفى خلف أسماء وهمية صحيح ظن منه أنه ما رح يصلوا له وهو يعني الأنظار عليه وسهل الوصول جدا طيب الإجراءات التي يتخذها النيابة العامة بهذا الخصوص نعم وشهي بداية من إلى طبعا أي شخص يتعرف للسب أو الشتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك التحرش إن هذه تعتبر جريمة معلوماتية الأولى والثانية يعني داخلة في نظام التحرش وقد تقتنم بالجريمة المعلوماتية له إجراءة في تقديم البلاغ وهذا رقم واحد أن يقدم البلاغ بعد أن يقوم بتصوير هذه المحادثة ويرفق هذه الصورة عن طريق الابليكيشن أو يرفع خطاب للجهات المسؤولة وبناء عليها ستتخذ إجراءها كقضية وتأخذ رقمها وسيتم إجراءات الاستدلال والتحقيق ومن ثم المحاكمة وصدور حكم نهائي لكن كثير من الأحكام هذه غير منتشرة لذلك يعني أن تقول يعني أخي أبد الله أنك يعني ما سمعنا أن هناك حكام لا بالأكس هناك حكام يعني قبل صدور نظام التحرش دعني أتكلم عن هذه النقطة أتكلم عن الأحكام لكن أنا أريد أن أقول كم تأخذ القضية هذه لكي تبدأ تمشي وتروح في مسارها القانوني كم تأخذ؟ إلى أن يصدر الحكم؟ إلى أن يصدر الحكم؟ أي؟ أربع شهور إلى ستة أشهر على حسب يعني لم تشوف نها فترة طويلة شوي؟ فترة طويلة تعلم من عدد القضايا كبير كبير جداً وهناك يعني لسيما بعد تقسيم المحاكم وانسلاخها يعني المحكمة الجزائية في السابق كانت تتأخر أكثر من كذا لكن الآن ستة أشهر أربعة أشهر ترى هذا يعتبر إنجاز كبير الرقم هذا يعتبر إنجاز؟ يعتبر إنجاز للفترة الحالية يعني مقارنة بالوارد والصادر من القضايا يعني بعض الجلسات أو بعض الدوائر في المحكمة تنظر في اليوم عشر جلسات لكن القضية هذه جاهزة يعني هذا الرجل التهمني بكذا وكذا وكذا تفضل يا شيخ تولى أمره ينادونه يرسوله رسالة تعالى لا 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 ما هي كذا فيه إجراءات أنت ما ذكرتها في البداية استدعاءه وطلبه متى رح يحضر هذا الشخص؟ قد يكون عنده ظرف قد يكون يعمل خارج الرياض الأمر الثاني بعد وصوله والتحقيق معه هناك جهات لا بد أن تخاطب حتى تزود المحقق في المعلومات بعدها يتم الرفع وتوجيه الاتهام بعد توجيه الاتهام يتم لحالة للمحكمة هذه كلها فترات يعني تأخذ وقت بعد لحالة للمحكمة وحالة الدائرة هذا يدل أن أنت وبعدها عدة جلسات حتى يحكم القاضي القاضي لا يحكم من أول جلسة ولكن هذا يدل أن أنت عندكم شغل كثير الفترة الماضية لا شك كمحامين لا شك في شغل كبير جايكم أكيد الشغل يعني ما يوقف والناس اللي قاعدين يعني يسبون بألفاظ مهيب طيبة كثير نعم ولذلك قاعدين يعني شغرين توشغل مرة كوي صحيح ولكن مع ذلك يحتاجكم ونبه عن نقطة عندنا الشغل أبد في الخدمة الله يحيك عندنا نقطة ننبه علي اللي هي كثير من الناس يتخفى خلف الأسماء الوهمية ظنا منه أنه ما يصل له مع أنه سهل الوصول إذا حذف التغريدة حتى لو حذف التغريدة ثم تصويره أنا صورت التغريدة لكن الرجل يقول أنا حذفتها أنا تبت والله يا أخي يوم شفتها أنت صورتها أي ما ينفع كلامه خلاص على الحين الآن نحن نجر نعم طيب الناس اللي قاعدين يزولون تغريدات نعم ويقول هذه الرسالة جيتني وممكن هذا يتبلى شخص آخر تلقاني رايح من قاضي القاضي وأنا لا أكتبت هذا الكلام ولا أدري عنه هل أيضاً فيه آليات لضبط التزوير نعم لا شك العدلة الجنائية يعني هناك قسم خاص في التزوير ويعني فيها دقة النقطة والحرف يبين في التزوير يعني ما فيه فوتوشوب أبداً يبين عندهم لذلك هذه تعتبر جريمة كيدية يعني على الشخص المدعي يعني على الشخص المدعي بمثل التهمة التي كان نسبها إلى غيره يعني من نفس الجرم ونفس هل تتوقع عدم نشر الأحكام التي تصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نعم سبب أنه البعض يتمادى يعني لو نحن كل أسبوع أسبوعين عندنا نشر لما يحصل صحيح من قضايا ومن أحكام صحيح أحكام نافذة نفذ الرجل الآن مسجون أو دفع هل ممكن هذه تخفف علينا في مواقع التواصل؟ طبعاً وصول مثل هذه الأحكام إلى الناس عامة صح طبعاً أن مجتمعنا ببعادته محافظ لكن هناك نسبة يمكن خمسة بالمئة من المجتمع نسبة قليلة جداً لا تذكر لكن أقول مع ذلك وصول مثل هذه الأحكام تاردع تاردع يعني قبل صدور نظام التحرش صدر حكم في قضية التحرش يعني وصل إلى 12 سنة قضية التحرش مع أن النظام جعل سنتين 12 سنة؟ 12 سنة عن طريق المحكمة العامة في الرياض لقضية طريق النهضة معروفة القضية معروفة طريق النهضة الذي كان مقطع فيديو نعم أي بعدما صور الفيديو ونشره عن طريق البلوتوث أيام البلوتوث أي صدر عليه نعم فصدر الحكم يعني كان متراوح بين الأفراد كان فيه 11 شخص بعضهم وصل إلى 12 سنة وبعضهم إلى 6 أشهر فطبعاً النظام يجرم حتى قبل صدور النظام التحرش كانت التحرش مجرم عندنا طيب أخوي بدر الحميداني المستشار والمحامي يعطيك العافية شرفني اليوم الله يعطيك تشرفني وبنحتاجك شكل الفترة الله يحييك شكراً لكم مقدر سيد استودعتك شكراً لكم